شهد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى لشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية شهد حفلة ختام منافسات الدوري البحريني للترايثلون للموسم الرياضي 2021-2022 والذي نظمه الاتحاد البحريني للترايثلون في سوق البراحة بديار المحرق وبهذه المناسبة قال سموه أن رياضة الترايثلون البحرينية قصة من قصص النجاح التي نعتز بها والتي شهدتها الرياضة في مملكة البحرين بفضل ما حظيت به هذه الرياضة من رعاية ودعم من لدن سيد الوالد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله والتي أثمرت في أن تتبوأ البحرين مكانة متقدمة على صعيد هذه الرياضة وتابع سموه أن الجهود المتميزة التي بذلها سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة أسس لقاعدة متينة ونجح في أن تحجز مملكة البحرين مقعدا بين الدول المتقدمة في هذه الرياضة من خلال مشاركة سموه وقيادته لفريق البحرين للتحمل 13 والذي ساهم في تحقيق العديد من الإنجازات المشرفة وتوجيه سموه باستضافة وتنظيم البطولات الدولية أبرزها بطولة الشرق الأوسط للترياثلون والتي لاقت رواجا كبيرا وساهمت في تعزيز الحضور البحريني على صعيد هذه الرياضة العالمية وأضاف سموه حريصون أن تصوغ هذه الرياضة المزيد من النجاحات من خلال مواصلة الدعم لاتحاد اللعبة لتنفيذ الخطط والبرامج التي ترتقي بمستوياتها من أجل الاستمرار في الظهور المشرف وأحراز الإنجازات التي تضاف لسجل الرياضة البحرينية مشيدا سموه بجهود الاتحاد البحريني للترياثلون برئاسة سعادة السيد عبدالله عبدالرحيم عبدالسلام في تنظيم هذه المسابقة بصورة مميزة على الشكل الذي يدفع رياضة الترياثلون نحو التقدم إلى مستويات أفضل مشيدا بالمستويات الفنية التي قدمتها الفرق المشاركة في هذه البطولة والتي عكست تحضيراتها الكبيرة لخوض المنافسات مهنيا سموه الفائزين بالمراكز الأولى ومتمنيا حظا أوفر لبقية الفرق في المشاركات القادمة موسيقى 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 موسيقى